ترامب يستخدم حق النقضة الفيتو ضد قراراً للكونجرس دعا إدارته إلى وقف الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في رد متوقع على ما رأه المراقبون تقريعاً صريحاً للرئيس من جانب الكونجرس وانتقاصاً من صلاحياته في اتخاذ قرارات بهذا الشأن بين شهري مارس وأبريل اعتمد مجلساء الشيوخ والنواب الأمريكيين تباعاً قراراً وصف بالتاريخي لكونه يهدف إلى إنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب الدائرة في اليمن والأهم منه أنه أول مشروع قرار يصل إلى مكتب الرئيس مستنداً إلى قانون قوى الحرب الصادر في العام 1973 وهو القانون الذي يمنح الكونجرس حق سحب القوات العسكرية إذا لم يكن نشرها قد تم بتفوض منها الرئيس ترامب وفي بيان أصدره البيت الأبيض برر رفضه مشروع القرار المحال إليه من الكونجرس بأنه يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته دستورية ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل على حد وصف البيان ترامب شدد كذلك على أن الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن ضروري لأسباب عدة أولها وأهمها حماية أمن أكثر من ثمانين ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمة الحوثيين من اليمن إلى جانب أن قرار الكونجرس يؤذي السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقاتها الثنائية وفيما عبرت الإمارات على لسان وزير شؤون خارجيتها أنور قرقاش عن ارتياحها لقرار الرئيس ترامب واعتبرته إشارة إيجابية وقرارا استراتيجيا جاء في الوقت المناسب دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي الرئيس ترامب إلى إعلاء مسألة السلام على الاعتبارات السياسية والعمل سويا مع الكونجرس لنسج حل دائم لإنهاء الأزمة في اليمن قرار الرئيس أثار موجة انتقادات واسعة عبر عنها نواب وشيوخ أمريكيون الذين وصفوا القرار بالخاطئ على الصعيد الأخلاق والاستراتيجي وبأنه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء ويترك الولايات المتحدة متمسكة باستراتيجية فهجلة كشف الرئيس ترامب قرار كهذا عن شراكته الكاملة في الحرب الدائرة في اليمن وهي الحرب التي تتقاعس بنظر المراقبين عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتصلة بأولوية الشعب اليمني وتبقي الساحة اليمنية مسرحا للعبث بالمقدرات وتكرس لأزمة إنسانية تتفاقم كل يوم مخلفة مأساة هي الأسوأ في هذا القرن